ترجمة نانسي قنقر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري وتناول الاجتماع أبرز الموضوعات المرتبطة ببحث تطوير الأنظمة والإجراءات التقاعدية والتأمينية المعمول بها ومتابعة تطورات تطبيق الأنظمة التأمينية الحديثة وكل ما يرتبط بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم كما خصص اليوم الثالث من الاجتماع لعقد اللقاء المفتوح لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في مملكة البحرين بحضور ممثلي كافة الأجهزة التأمينية بدول المجلس وعدد كبير من الخليجيين العاملين في المملكة إلى جانب مدراء الموارد البشرية من الجهاز الخاضي على النظام وذلك لبحث ومناقشة تطبيق مد الحماية لدى دول المجلس والرد على كافة الاستفسارات المطروحة من قبلهم وهو على حسب تعريف النظام هو مد حماية التأمينية فبالتالي هو أي موظف خليجي يشتغل في دولة أخرى وكأن القانون يمتد له في الدولة التي يعمل فيها طبعا المستفيدين من النظام أعدادهم تتزايد عام بعد عام وبفعل وعي وفرص عمل أيضا في الدول الخليج والحمد لله هذه أسس حق مثل ما تقولين سوق مشتركة بين الدول طبعا هذا الاجتماع مهم بالنسبة لأجهزة التقاعد من باب مناقشة كافة البنود والمحاور تمهيدا اجتماع الرؤسة في نوفمبر اللي يكون في دولة قطر عدنا عدة محاور بنتناقش فيها اليوم خلال الجرسات من أهمها تقرير عن إصابات العمل واختلافه بين أجهزة التقاعد المدني بالإضافة للإحصائيات عداد الخليجيين الموجودين في دول الخليج العربية وأيضا جائزة البحوث العلمية في دول مجلس التعاون من ضمن جدول الأعمال اليوم حوكمت أعمال اللجنة الفنية الدليل الاسترشادي لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال أيضا الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تبادل المعلومات الإلكترونية للمؤمن عليهم العاملين في دول مجلس التعاون المملكة العربية السعودية مثلا بالمؤسة العاملة للتأمينات الاجتماعية لديها عديد من المواضيع مشاركة مع دول مجلس التعاون الموقرة ومن ضمن هذه المواضيع موضوع الربط الإلكتروني وهذا أحد المواضيع الهامة التي نعتقد إن شاء الله في إتمام هذا الموضوع بيكون له أثر على المشترك وأيضا أثر على رحلة العميل والتجربة في نظام مد الحماية التأمينية نعرضنا اليوم الدليل الاسترشادي لحساب المبالغ الإضافية دليل يوضح كيفية حساب المبالغ الإضافية على التأخير في سداد الاشتراكات رح طبعا بعد النقاش رح تعتمد اللجنة واعتمدونه طبعا إن شاء الله الرؤساء ونحاول نطبق المبالغ الإضافية في التأخير على السداد على أصحاب الأعمال متأخرين في سداد الاشتراكات نحن كفريق نسعى لإيقاد حلول إلكترونية موحدة لتبادل البيانات بين دول مقلس تعاون وذلك لسهولة نقل معلومات البيانات للمؤمن عليهم في دول مقر العمل وسهولة إيقاده في تحصيل الاشتراكات أيضا لهذه المؤمن عليهم الموقدين في مقر العمل طبعا نصلنا بالحمد لله بفعل إنقاذات الفريق إلى نسب عالية بين الربط بين دول مقلس التعاون ونسعى للأفضل في إيقاد حلول مستدامة لهذا الغرض